السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمر خمس سنوات من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ويزداد أزى المشركين للصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم فأمر سيدنا محمد الصحابة أن هم يهجروا لبلد اسمها الحبشة الحبشة دي اللي هي دلوقتي أسيوبيا فقال للصحابة أن هم يروحوا الحبشة لأن هناك ملك عادل فيها ملك عادل لا يظلم في ملكه أحد فبدأوا الصحابة أن هم يتجمعوا ويهجروا إلى الحبشة هجرة الحبشة دي كانت منقسمة لجزئين أول مرة أو مرتين المرة الأولى هجروا فيها الصحابة كانوا 11 رجل و11 مرأة وكان على رأسهم طبعا سيدنا عثمان بن عفان وطبعا سيدة رقية اللي هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فدول كان أول بيت هجر من المسلمين كان بيت سيدنا عثمان بن عفان فبدأوا أن هم يخرجوا بالليل بعد الكريش طبعا ما ناموا لأن لو شافوهم هيئذوهم ومش هيخلوهم يهجروا فبدأوا أن هم يتسللوا كل واحد كده في ظلمات الليل بقى لحد ما تجمعوا وخرجوا من كريش أو من مكة وهم طريقهم طبعا للحبشة فشافهم سيدنا عمر بن الخطاب كان لسه كافر في الوقت ده وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقى قبل الإسلام كان يعني شديد الأزى وتعذيب المسلمين فكان بيئذيهم جدا يعني لدرجة أنه كان يقول أنه يعذب لما يعذب حد كان بيتعب من كتر التعذيب ليه يعني سيدنا عمر بيتعب والصحابي ما بيتعبش يعني أنتم متخيلين ماذا الدرب والتعذيب اللي كان بيعذبه سيدنا عمر وكان سيدنا عمر قلبه كان فضل غليز القلب زي ما بيقول بس طبعا كان سيدنا محمد دايما بيدعي اللهم أعز الإسلام بإحدى العمرين اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب أو عمر بن هاشم اللي هو كان أبو جهل فكان الرسول دايما بيدعي لحد منهم يدخل الإسلام وطبعا دعوة الرسول على السلام استجابت في سيدنا عمر بن الخطاب والسنة دي بعد خمس سنين من البعثة في السنة دي ربنا استجاب لدعوته وأعز الله الإسلام بإسلام سيدنا عمر بن الخطاب وهنحكي قصة إسلامه اللي هي قصة ممتعة جدا فعلا وإزاي تحول أساوة القلب ده لقلب كله رحمة ولين وإن شاء الله حنحكي القصة دي مع بعض بس نرجع لقصة هجرة الحبشة لأن برضو فيها حاجات حلوة جدا وممتعة قوي أول حاجة بقى بعد ما طبعا خارقوا هم خارجين فشاف سيدنا عمر بن الخطاب شافهم ففي واحدة كانت مسافرة معاهم اسمها أم عبد الله بنت حسيمة اللي هي كانت جارية عند سيدنا عمر فسيدنا عمر لما شافها قال لها إيه إنه الفراق والهجرة يا أم عبد الله فقالت له نعم يا عمر لقد أزيتمون في أرضنا ولقينا منكم ما لا نتحمل فنظر إليه سيدنا عمر وقال لها إيه قال لها صاحبكم الله فقالت بقى أم عبد الله دي قالت رأيت من عمر رقة لم أراها من قبل فهو هي بتحكي كده لأحد أصحابه بتقوله إن هي شافت في سيدنا عمر رقة لم أراها من قبل يعني حست إن قلبه رأي لهم فقال لها إيه أتطمعين أن يسلم عمر والله لا يسلم عمر حتى يسلم جمال الخطاب اللي هو يعني جمال جده لو أسلم يبقى عمر يسلم دول كانوا فقدين للأمل تماما إن سيدنا عمر بن الخطاب يسلم لأنه طبعا من شدة الأزة اللي شافوه منه وكان قلبه يعني مليئ بالكفر وبالكره لسيدنا محمد وللإسلام لحد طبعا ما ربنا هداي وانطلقوا بعد كده راحوا لأسيوبيا في الوقت ده في الفترة دي في الوقت بتاع الهاجر فيها الحداشر صحابي ده كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيروح الكعبة يصلي هناك ويقرأ الكرآن فمجرد ما بيروح يقرأ الكرآن طبعا الكفار بيقعدوا يعلوا صوتهم طبعا ويعملوا ده وش عشان محدش يسمع الكرآن وبيلغوا فيه يعني يقعدوا بقى يلغوشوا على الرسول هو بيقرأ فبدأ المرة دي الكريش يسكتوا خالص الكفار يسكتوا ويسمعوا سيدنا محمد هو بيقرأ الكرآن فاستغل سيدنا محمد الفرصة دي وبدأ يقرأ صورة النجم عوزوا بالله من الشيطان الرجيم والنجم إذا هوى ما يضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى بدأ يقرأ الكرآن هم يستمعوا ودي طبعا يعني قسم من ربنا إنهو بيقولهم من صاحبكم ما غوى ولا ينطق عن الهوى يعني ما هو ما بيقولش أي كلام فلازم تسمعوه ابتدت الصحابة إن هي الكريش إن هم يبدأوا يسمعوا الكلام دا ويتمعنوا كويس قوي وبدأت قلوبهم تخشع وبعدين هو بيقرأ فضل يقرأ لحد موصل لصور قوله تعالى أعوذ بالله من شكرا جيم أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الزكر وله الأنسى بدأوا من هنا الكفار ينتبهوا للكلام كويس وبعد كده وصل لقوله تعالى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى بدأ قلوبهم في الوقت دا بقى يخافوا أول ما قال بقى أهلك عاد وقوم نوح وكل دول أهلكم هم طبعا عارفين القصص دي كلها بدأ قلوبهم يرتجف وفي اللحظة بقى اللي قال سيدنا محمد فاسجدوا لله وعبدوه صدق الله العظيم فقام سيدنا محمد وسجد وغراه المشركين سجدوا فأول ما سيدنا محمد قام من السجدة بصلهم كده وهم سجدين فقال لهم إيه قال لهم أأسلمتم أأمنتم أهتديتم يعني أنتوا خلاص دخلتوا الإسلام واهتديتم ففقوا بقى كده فطبعا هما سجدوا سجود لا شعوري هو قراءة القرآن هي اللي خلتهم عملوا كده وبعد كده قالوا له إيه قالوا له لا تذكرنا آلهتنا فسجدنا لا يعني هما مصرين على الكفر ومصرين على الكفر بعد كل اللي سمعوهم سيدنا محمد في الوقت ده بقى بقت فيه إشاعة في قريش إنه هما أسلموا وابتدت الناس الإشاعة دي توصل للحبشة يقولوا لهم إن قريش أسلموا فالناس اللي هجرت في الحبشة للحضاشر اللي احنا قلنا عليهم دول والأربع سيدات رجعوا تاني لكريش بقى المكة بلدهم بعد ما عارفوا أو سمعوا إشاعة إنه هما أسلموا فهم رجعين فلما رجعوا عارفوا طبعا إن ده كانت إشاعة وما أسلموش فقالوا خلاص إيه هنرجع تاني للحبشة فهم رجعين في جزء منهم رجع وفي جزء قال لا هنرجعوا ندخلوا مكة تاني ودخلوا مكة تاني والجزء اللي رجع منهم بس المرة دي رجعوا وهم كانوا 83 رجل و18 امرأة وكان على رأسهم سيدنا جعفر ابن أبي طالب فرجعوا بقى لملك الحبشة فلما رجعوا لملك الحبشة وطبعا سمعت كريش إن العدد الكبير ده راح للحبشة فقالوا خلاص يبقى كده لازم نتدخل علشان كده لو وصل الإسلام للحبشة يبقى العلاقات بيننا وبين الحبشة حتى نقطع لأن العلاقات فيه علاقات سياسية وعلاقات اقتصادية فلازم إن احنا نضح حد للموضوع ده ولازم نروح نلحقهم ونحاول إن احنا نقنع النجاشي اللي هو ملك الحبشة إن هو يرجعهم تاني لكريش فأرسلوا بقى اتنين من الرجال كريش وهم عمر بن العص وكان لسه طبعا ما أسلمش وعبد الله ابن أبي ربيع فلما يراحوا للنجاشي عشان يقنعون إن هو يرجع المسلمين دول تاني كان سيدنا عمر بن العص ده صديق للنجاشي وكان بيدخل عليه ما فيش أي مشكلة على ملكه من غير ما يروح للبطارقة والناس اللي حوالين النجاشي أو الحشاب توعه بس المرة دي بقى قرر سيدنا عمر بن العص إن هو يروح على البطارقة الأول والحشاب اللي حوالين النجاشي وديهم كان معاه هدايا كتير جدا واخدين معاهم هدايا كتير طبعا ورشاوي علشان يساعدوهم اللي هما البطارقة يساعدوا عمر بن العص في إقناع النجاشي إن هو يرجع المسلمين تاني لكريش فبعد ما اداهم الهدايا ورشاوي دي كلها دخل سيدنا عمر بن العص للنجاشي أول ما دخل فقال له النجاشي قال له يا أصحامة جاءك عشرة من الرجال من أراضي القوم يعني من العبيد اللي هما يعني ناس من همش إيمة وهو بتكلم طبعا عن المسلمين اللي راحوا للنجاشي وكان بينهم وكان طبعا بينهم سيدنا جعفر وكان بينهم سيدنا زينب وعبد الله بن الزبير وناس كتير من الصحابة وبعدين قال له وإننا نريدك أن تعودهم إلينا فإنهم غلمان نريد أن نربيهم يعني دول كانوا من قومنا وهم سبوا آلهتنا وسبوا ديننا ومشيوا وجوم عندك وإحنا عايزينهم عشان يعني إيه ناخد منهم حقنا يعني زي ما بيقولوا كده وبعدين جاء قال له إيه يا أصحامة أتاق القوم ليسوا على دين آبائنا وليسوا على دينك هو كان النجاشي على الدين المسيحي فقال له هم جم عندك وهم ولا هم من ديننا ولا من دينك فعلى أي دين هم ولماذا تركتهم في بلادك يعبدون دينا ليس دينك يعني أنت إزاي سايبهم في بلدك وهم قاعدين يعبدوا دين غير دينك فجين النجاشي قال إيه طلب إن هم الصحابة يجوا قال ننشدهم يعني نشوفهم نسألهم طبعا البطارقة حاولوا قاعدين حاولوا يقنعوا النجاشي أو لا هم كلامه صح وإزاي يقعودوا هنا وبيحاولوا يقنعوا النجاشي بس النجاشي زي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لأنه لا ينطق عن الهوى قال هو ملك عادل والرسول ما قالش كده من فراغ لأنه طبعا كل حاجة بوحي بتجيله فهو فعلا عشان يصدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالهم إن هناك ملك إنها فيها ملك عادل في الحبشة وعلى النجاش طبعا فقال نسألهم الأول فجابهم وكان على رأسهم طبعا أو يتقدمهم جعفر بن أبي طالب وكان في الوقت ده جعفر بن أبي طالب عنده 27 سنة يعني يعتبر شاب لسه طبعا إحنا من خاطب الشباب اللي هو في الجيل اللي إحنا فيه ده إنت ممكن لو تحطيت في موقف زي ده هتعمل إيه هتتصرف إزاي هل هيبقى عندك الحكمة والعقل اللي كان فيه سيدنا جعفر واللي على يده أسلم ملك من ملوك العالم وهو النجاشي أسلم على يد سيدنا جعفر من الكلام اللي قاله هنشوف الحديث اللي ضار بينهم دلوقتي حديث ممتع جدا فتعالوا نشوف الحديث قال له إيه قال إنكم أتيتمون بدين ليس بدين آبائكم ولا أجدادكم فرقتم دين آبائكم ولستم على ديني فأي دين أنتم يعني أنتم تركتوا دين آبائكم وأجدادكم وما أنتش على ديني أنتم على أي دين بقى فجي جعفر رد عليه سيدنا جعفر قال له إيه في شجاعة طبعا وإقناع وزي ما قلت لكم كان سبب في النجاش يسلم فقال إيه قال يا ملك كنا قوما أهل جاهلية نأتي الفواحش ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ويأكل القوي من الضعيف فكنا على ذلك حتى أرسل إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته ونعرف عفته فقال ثم ماذا يعني بعد ما قال بقى كده سيدنا جعفر قال كده وسكت قال له يعني هو قال له إن إحنا كنا جاهلية وبنأكل الفواحش وبنعمل كل حاجة وحشة ومقطعين الأرحام لحد ما جيه لنا رسول شوفوا بقى يعني الحكمة في الكلام اختر كلمات إن هي عبر بيها عن سيدنا محمد الأول قال له إحنا بنعرف نسب ويعني هو مننا ومنعرف صدقه إن هو صادق يعني إحنا اللي بنشهادله بكده قبل ما يبعث وأمانته هو معروف بيننا بالأمانة وهو مسمى وملقب بالصدق الأمين قبل ما يبقى رسوله فقال له نعرف صدقه ونسبه وأمانته فجل النجاش قال له ثم ماذا يعني إيه وبعد كده قال له أمرنا أن نعبد الله وحده وأن نصدقه في الحديث وأن نؤدي الأمانة ونصل الرحل وأن نحسن الجوار فكنا على ذلك يعني اللي قال لنا عليه ده عملناه يعني هو بيأمرنا بحاجات كويسة حاجات طيبة نحن بنعمل حاجات يعني ما هيش فواحش ما هيش حاجات تسيق يعني لأي شخص فجيسق جي بقى قال له إيه فكنا على ذلك فعاد علينا قومنا يعني قومنا عادوا علينا فوعزبونا وظلمونا وقهرونا وخرجنا من أرضنا إلى بلادك ورجونا قال لن نظل ما عندك وبعدين جينا جيش قال له يعني إحنا بنتمنوا إن إحنا ما نتظلموش عندك فجينا جيش قال له يعني إيه اللي يثبت لك إن إنت ما تتظلمش عندك أو إنت ليه اخترتني إن جيش لما قالوا كده لماذا اخترتوني اخترتموني قال إن رسولنا قال لنا أن نأتي إلى بلادك ونكون في جوارك وقال لنذهبوا إلى الحبشة فإن فيها النجاشي ملك عادل لا يظلم في ملكه أحد يعني قال لنا روحه للنجاشي هو ملك عادل لا يظلم في ملكه أحد طبعا الكلمة دي يعني قدت ثقة كده للنجاشي وعزت نفس زي ما بنقول فابتدى أن هو يعني يحب سيدنا محمد قبل ما يشوفه وبعدين قال إيه قال هذا قال نبيكم عني يعني سيدنا محمد أو نبيكم قال كده عني فقال جعفر نعم والله إنه قال إنك لرجل عادل لا يظلم في ملكه أحد فطلب من سيدنا جعفر قال له يعني الرسول بتاعكم بيقول ورسلكم بيقول إيه فسيدنا جعفر من زكاءه طبعا وصرعة بديها اختار صورة يعني هو بيحدث واحد مسيحي رجل مسيحي فاختار له صورة نسبه يعني مختارش أي آيات من القرآن اختار آيات في صورة مريم فبدأ يتلو عليه صورة مريم أول ما بدأ يتلو عليه صورة مريم بيقول سيدنا جعفر بيقول والله ما وقفتوا من تلك الآيات إلا والنجاش والبطارقة يبكون يعني أول ما سيدنا جعفر ابتدى يخلص أو هو طول ما هو بيقرأ في الآيات والنجاش بيبكي هو والبطارقة لأن هم طبعا عارفين قصة سيدنا مريم ستانا مريم وسيدنا عيسى عليه السلام فهم أول ما سمعوا الكلام ده من القرآن فبدأ يبكي النجاش وبعد ما خلص سيدنا جعفر قراءة القرآن قال له النجاش قال إيه قال والله إن هذا الكلام هو الكلام الذي جاء به عيسى يخرج من مشكات واحدة يعني كلام سيدنا عيسى والكلام اللي أنتوا بتقولوا ده أو القرآن ده هو نفس الكلام اللي قاله سيدنا عيسى كأنه يخرج من مشكة واحدة فقال لهم اذهبوا فوالله لن أسلمكم أبدا وأنتم في بلادي ولن تنهزموا ما أطيب رسولكم وما أطيب كلامه بعد كده بعد ما خلص بقى الكلام فجاء سيدنا عمر بالعاص بقى بيقول للنجاش بيقول له لحظة قل لهم ينتظرون سألهم ماذا يقولون عن عيسى عليه السلام سألهم بقى هم بيقولوا ايه عن سيدنا عيسى فلتفت اليوم النجاش كده وقال لهم ايه ندع عليهم تاني وهم كانوا خارجين طبعا قال لهم ماذا تقولون عن عيسى ابن مريم أول حاجة رد بقى جعفر سيدنا جعفر وقال ايه قال سيدنا جعفر ايه ما نقوله الا ما اخبرنا به رسولنا قال وماذا اخبركم ايه عن النجاش بقول له قال لكم ايه عنه قال اخبرنا انه عبد لله ورسوله ونبيه وكلمته القاه الى مريم العزراء البتول فاخذ النجاش بقى بعود مسك في ايده وعود كده ورسم به على الارض وقال والله ما خرج عيسى عن هذا الكلام وهذا الكلام منطبق تماما على ما جاء به عيسى عليه السلام اذهبوا ولن تخرجوا من بلادي وانتم آمنون حتى يريد الذهاب يعني منين ما تبقوا عايزين ترجعوا ارجعوا برحدكم اما بقى سيدنا عمر بن العاص قال له ايه خذ الهدايا واقطع العلاقات يعني قال له خذ الهدايا اللي انت جايبها دي واقطع العلاقات بيننا وبينكم لانه هو ملك زي ما قلتلكم عادل وحكيم ورجل يعني زاته شهامة ورجولة فلما جاء سيدنا بقى عمر بن العاص وحاول انه هو يجذب عليه في قصة المسلمين فبدأ انه هو يقطع العلاقات معهم ودي كانت قصة الحبشة او الهجرة الى الحبشة وعاشوا المسلمين هناك لحد ما ابتدت مكة تفتح مكة لحد ما رجعوا تاني لمكة ورجعوا لبلدهم ومن هنا خلصت قصة الحبشة وان شاء الله القصة الجاية هنحكي فيها اسلام سيدنا عمر وسيدنا حمزة وازاي اسلامهم فرق كتير جدا مع المسلمين في مكة وفرق كمان مع سيدنا محمد وفرق في الاسلام كله وان شاء الله هنحكيها بالتفصيل في الحلقة الجاية ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش وتفعلوا الجرس وتشايروا الفيديو عشان يوصل لكل حبابكم وما توقفوش الخير عندكم وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة